كيف تضع سميل غريب أو سمايل من سمايلات التك توك أو وجه من وجوه التك توك بالتعليقات الموجودة على تك توك سنشرح الآن هذه الطريقة أو طريقة وضع سمايلات غريبة بالتعليقات في تك توك فمثل موشفين أول شي رح ندخل على تك توك بعدها رح نختار أي مقطع فيديو طبعا لا على التعيين لأنه نحن فقط بدنا نعلق بعدها رح نضغط على التعليقات وراح نقرب الشاشة وراح نحط هذا الناء المسافتين مثل موشفين المسافتين الآن رح نرجع بشكل أبطأ مثل موشفين رح ندخل على التعليقات مثل موشفين هذا سمايل مو موجود بسمايلات العادية هذا سمايل من تك توك بعدها رح نضغط على الثلاث شخصات وبعدها رح نحط هذا القوسين وبعدها رح نختار كلمة من هذا الكلمات مثل موشفين رح يظهر عندنا وجه سواء وجه ضاحك أو وجه خائف أو وجه مبتسم أو وجه مو موجود بالسمايلات العادية للجهاز رح تكون هذا السمايل فقط خاص بتيك توك أو يسمونه سمايل تك توك مثل المشاهدين بهذا الشكل نضغط أي كلمة مو أي كلمة طبعاً الكلمة اللي أنا أختارها الآن أخرى الفيديو راح نتلكم كلمات كثيرة فيهم اسمايلات كثيرة جداً خاصة بتيك توك مثل المشاهدين هذا الوجه يضحك أو وجه اسمايل يضحك إلى تيك توك راح نضغط على نجرب تجربة ثانية لا مهين عن نسخ طبعاً الكلمات هذنة تقدر أنت تحفظها أو تكتبها طبعاً هذن الأشكال هاي كلها شبه موجودة بالكيبورد لكن يكونان بشكل مختلف إذا كان اسمايل خاص بتيك توك طبعاً هذن الاسمايلات كنا خاصات بتيك توك ومو موجودة بالكيبورد العادي وما أعتقد تقدر تنسخن وتنزلن بشكل عادي مثل المشاهدين هذا الاسمايل أيضاً نقدر بيعدنا كثير اسمايلات الآن راح نشوفهم بآخر نقطع الفيديو نشوف كم اسمايل نقدر نحط بالتعليقات أو كم اسمايل تك توك كلمات فقط مفتاحية تحط قوسين القوسين اللي شرحناها الموجودة بالكيبورد وتحط كلمة أجنبي بوسطها ورح يظهر لك اسمايل تك توك طبعاً هذن الكلمات كنا تقدر تحطهم بقواس ويظهرهم عندك في تك توك و بس و سلامتكم ترجمة نانسي قنقر